اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن اهتمام مملكة البحرين بالأشخاص ذوي الإعاقة هو اهتمام شامل ومتكامل فقد حرصت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بدعم هذا المكون المهم في المجتمع من خلال تمكين ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات الشاملة ومرعاة احتياجاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية بشكل مستدام تأكيدا على الحق في حياة صحية هذا وجاء ذلك لدى افتتاح معاليه لفعالية تعزيز المساحات العامة الشاملة لذوي الإعاقة وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة يهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أهم القضايا الإنسانية التي تتطلب التركيز على مجمل احتياجات هذه الفئة المهمة والمكون الأساسي من مكونات المجتمع وقضاياهم ومسؤولية المجتمع تجاههم مشيدا بدور وزارة الصحة وتعاونها المتواصل مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والشراكات الفاعلة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية من أجل تمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة من جهتها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة حرص مملكة البحرين على الانتزام بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع بشكل أكبر والمشاركة في كافة مسارات التنمية مؤكدة بأن الاحتفال بهذه المناسبة يجسد رعاية السامية والكريمة التي يحظى بها ذوي الإعاقة في البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم وامتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منوهة بأن البحرين قد سجلت محطات رائدة ودورا بارزا في المجال الصحي وفي توفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية ذات الكفاءة والجودة العالية لذوي الإعاقة من جانبها أكدت وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة سيدة سحر المناعي على العمل الدعوب لوزارة التنمية الاجتماعية في تجشين الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة 2022-2026 ومن جهتها أشهدت الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثلة منظمة الصحة العالمية في البحرين بالخطط والسراتيجيات والنهج الشامل لضمان توفير فرص الصحة الجيدة والرفاهية والمساحات العامة أمام الجميع ومن ضمنهم الأشخاص ذو الإعاقة ترجمة نانسي قنقر